أولاً طبعاً مبروك على الكتاب كان مقصود التزامن بتاع الوقت ده لا إطلاقاً الكتاب سبق طبعاً هذه الضجة الضجة دي حديثة أيوة لما الكتاب له نزل فيه معرض الكتاب في يوليو الماضي وبالتالي سبق بشهور طبعاً وفكرة تأليف كتاب دي من سنوات يعني قبل طبعاً هذه الضجة وقبل القرار دا طبعاً أستاذ داود قيمة كبيرة وأفلامه مهمة جداً وما كانش الحقيقة فيه كتاب بياخد هذا المشوار بشكل كامل أقصد كتاب في السوق كتاب من دار نشري وبع للجمهور يعني لأنه صدرت قبل كده كتب تكريمية لأستاذ داود طبعاً كتب مهمة وكتب جميلة يعني لكن الحقيقة كتاب للقارئ الموجود في السوق ويبع في السوق ده أول كتاب الحقيقة الصورة معبرة جداً وهي صورة طبعاً للمخرج لأستاذ داود عبد السايد لا لا في الكتاب وده الأستاذ داود طبعاً فيها طبعاً السيرة السينمائية بتختلف عن السيرة الزاتية في الكتابة؟ تماماً السيرة الزاتية بتاخد كل حاجة إنما في السيرة السينمائية إحنا بنركز على ارتباط حياة الأستاذ داود بأفلامه وارتباط مشواره الشخصي بمشواره السينمائي يعني زي ما حضرتك تفضلت كده إحنا بنتكلم مثلاً عن فترة حبه للسينما بنتكلم عن فترة تخرج ومن معهد السينما سنة 67 في دفعة تاريخية كان فيها خيري بشارة وكان فيها علي بدرخان وآخرين من الكبار المبدعين بعد كده ومنهم طبعاً لأستاذ داود وبنتكلم على المؤثرات الشخصية ومدعن عكسها على أفلامه أفكاره، توجهاته، نوع السينما اللي بيحبها السيرة السينماية بتركز عن علاقة المبدع بأفلامه إيه مفاتيح عالم المخرج داود عبدالسي مفاتيح كتير جداً أهمها الحقيقة الاهتمام بالشخصية الفردية وتحليل بعض التيمات أو بعض الأفكار اللي بنلاقيها شبه متكررة في أفلامه زي مثلاً تيمة العجز والقدرة يعني هو مهتمة أوي ليه الإنسان بيبقى مقيد في المجتمع إما بعداته تقاليد يا إما من جوه يا إما من ظروف سائدة اقتصادية أو اجتماعية بيناقش هذه التيمات وبيحللها بأشكال وأنواع مختلفة وبيحتفي بمحاولة الإنسان أنه يتخلص من هذه القيود ومن هذه الأغلال ويعني قدرة الإنسان أنه يتخلص من هذا العجز حتى لو ما نجحش طبعاً النموذج الأشهر والشيخ حسني طبعاً اللي هو كفيف بس طول الوقت بيحاول أن يتخلص من العجز بتاعه ترجمة نانسي قنقر